مرحبا بكم سعيدة بلقياكم فيديو اليوم كما شاهدتم في العنوان شهدت منطقة بنمكادة بمدينة الطنجة مساء الخميس 15 أبريل الجاري اندلاع أعمال شغب حيث عمد محتجون على قرار منع صلاة طراوح إلى رم سيارة رئيس المنطقة الأمنية الثانية بالحجارة وتكسير زجاجها الأمامي وكذا خسائر على مستوى الصقف والأبواب وقامت عناصر أمنية بتوقيف عدد كبير من الأشخاص وذلك بعد خرقهم لحالة الطوارئ الصحية وقرار حضر التجوال الليلي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحسب مصادر محلية فإن عددا من الأشخاص أغلبهم من فئة الشباب والمراهقين قاموا بمحاولة تنظيم مظاهرة للاحتجاج على قرارات الحكومة وبالأخص قرار منع إقامة صلاة الطراوح وقامت العناصر الأمنية بمطالبة المتجمهرين بالدخول إلى منازلهم نظرا لخطورة الوضع الصحي بالمغرب وارتفاع عدد الإصابات إلا أن الرفض الذي قابلوه من طرف هؤلاء وإحداثهم لأعمال الشغب دفعهم إلى القيام بتوقيف بعضهم وكانت السلطات قد أوقفت في أول أيام رمضان عشرة أشخاص بمنطقة الجراري أثناء قيامهم بأداء صلاة الطراوح أمام أبواب بعض المساجد ويأتي هذا المنع في ظل القرار الذي أصدرته السلطات بخصوص من التجوال الليلي من الساعة الثامنة إلى الساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان المبارك اشتركوا في القناة